منهاج اللغة الأمازيغية يستمد منهاج اللغة الأمازيغية مرجعيته الأساسية من الخطاب الملك السامي بتاريخ عشرين غشت ألف وتسعمية وربعة وتسعين حيث دعا جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى ضرورة العناية بالأمازيغية وتدريسها ومن خطاب العرش يوم 30 يوليو 2001 الذي أعلن فيه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله عن إدراج الأمازيغية لأول مرة بالنسبة لتاريخ بلادنا في المنظومة التربوية الوطنية ومن الخطاب الملك السامي في أجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001 حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الإعلان عن الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن الأمازيغية التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء وأنها مكون أساسي للثقافة الوطنية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية واعتباراً لكون اللغة الأمازيغية لغة وطنية تحمل ثقافة وحضارة عريقتين وبالنظر إلى كونها اللغة متداولة على نطاق واسع في الإبداع الثقافي والمعاملات اليومية في مجموع التراب الوطني واعتباراً للدور الذي تقوم به اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية تمكين المتعلمين من الإنخراط بفعالية أكبر في مختلف مجالات الحياة تمكين المتعلمين من الإلمان بالبعد الأمازيغي للثقافة والحضارة المغربيتين مع التفتح على الثقافات والحضارات الأخرى والتعامل إيجابياً مع المستجدات العلمية والتكنولوجيا تدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة التواصل اليومي والإبداع الثقافي فإن تدريس اللغة الأمازيغية يستهدف بالأساس تنمية الكفايات التواصلية عند المتعلم كفايات الإنصات وكفايات التكلم وكفايات القراءة وكفايات الكتابة علاقة الأمازيغية بالكتابة علاقة قديمة تعود إلى الألف الثانية قبل الميلاد من خلال الحرف الليبيقي القديم الذي تحتفظ به النقوش الصخرية المثبثة في شمال إفريقيا ومن خلال الوجه المعروف بتيفي ناغ عند الطوارق إلى يومنا هذا والذي تم تطويره في اتجاهات مختلفة ابتداء من الستينات وآخرها تطوير وتكييف الوجه المعروف بتيفي ناغ ييركام المطور والمعتمد من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وعدد هذه الحروف 33 حرفا يتجه المغرب نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية على أربع ملايين تلميذ بحلول سنة 2030 لقد شرعت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2003 في تدريس اللغة الأمازيغية بشراكة مع المهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن هذه الخطوة تهدف إلى بلوغ 50% من نسبة التغطية في عام 2026 على أن تصل إلى التعميم الشامل مع حلول عام 2030 يتوفر المغرب على 1660 مؤسسة للتعليم الابتدائي تدرس اللغة الأمازيغية حاليا وهي تضم 330 ألف تلميذ الطموح يتمثل في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة تعليمية وبلوغ 4 ملايين تلميذ في أفق عام 2030 المغرب يتوفر حاليا على 400 أستاذ متخصص في تدريس اللغة الأمازيغية ترجمة نانسي قنقر